الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد بعد التسجيلات الفائتة في مسألة الحساب الفلكي فإننا اليوم عنواننا حتى لا تضحك من الأجيال القادمة في ترك العمل بالحساب الفلكي في معرفة بداية الشهور القمرية التي يترتب عليها الأحكام الشرعية أعرف أنني بصدد الكلام في أمر يحتاج لطول فكر مع طول قراءة وأعرف أن ممن يشاهدني من هو أكبر مني سنًا أو أوفر مني علمًا ولعلي أتعشم أن أجد من يشاركني الفكرة أو يناقشني فيها دون حجر على فكر أو مصادرة لرأيي ليس الهدف فقط تغيير قناعات بأمر خطأ لنصل جميعا إلى الصواب ليس هدف من هذا التسجيل هذا فقط إنما لو فزت منك برد علمي على ما أقول فيكفيني من هذا التسجيل تحريك الفكر الراقد حتى لا يأسن كالماء الراقد سنعالج إن شاء الله في هذا التسجيل النقاط التالية التمادي في مناقشة مسألة الحساب هو إحياء للفطنة الفقهية وليس للفتنة الغوغائية كذلك أن مسألة قياس اختلاف بداية رمضان على التفاوت في تتابع دخول وقت صلاة واحدة على البلاد الواقعة على خطوط طول مختلفة نناقش هذه المسألة ونبين أن هذا قياس مع الفارق صلاة مثلا الظهر في بلد في مشرق الدنيا تختلف عنها في بلد في مغربها أو بعدها بخط طول واحد أو اثنين أو ثلاثة حتى ننتهي إلى ثلاثمائة اختلاف يعني يعطيك أن صلاة الظهر مستمرة على الكوكب الأرضي على مدار الساعة بل على مدار ربما الدقائق أو أجزاء الساعة فقياس اختلاف رمضان وقبولنا بدخول شهر رمضان مختلفا كما أن صلاة الظهر مختلفة في كل وقت وصلاة العصر وصلاة المغرب والعشاء والفجر وأن الأذان يعمل على مدار الساعة على الكوكب الأرض قياس مع الفارق سنتناول شرح ذلك وبيانه كذلك سنتكلم عن مسألة الاختلاف في إمكانية معرفة حالة القمر وخروجه من حالة المحاق أو الاقتران بين الشمس والأرض وأن القمر يستدل على خروجه بعلامة مجردة ترى أو يعلم وجودها بالبصر المجرد أيضاً أو غير المجرد المعتمد على ألات حديثة وحساب فيزيائي دقيق كذلك الأمر الأخير الذي سنتعرض له هو الاستدلال على تعريف الرؤية بمعنى الإدراك بالعين والقلب الكلام أيها الإخوة على هذا الأمر أمر الحساب الفلكي فيه مؤتمرات وفيه مقالات وفيه كتابات وأبحاث شارك فيها علماء فاضل لذلك أنا في هذا الفيديو لن أحاول أن أكون مستعجلاً كما كان في التسجيلات السابقة لأن نصيات الوقت كانت تطاردني وتلهب ظهري لإنتاج فيديو قصير يفيد المثقف أما أنا أخاطب المهتم والعالم بهذا التسجيل لذلك سيكون الكلام فيه ربما يأخذ وقتاً لكن سيبين فكرة اعتراضي على أصحاب الأفكار أنهم في مسألة تطويل النفس في مناقشة مسألة العمل بالحساب ليس هذا الاعتراض على أصحاب هذه الفكرة عيازاً بالله يعني انتقاصهم بل نية أداء حقهم والقيام بواجب نصحي نحوهم إذا ما دعت الضرورة لذلك كما هو إثراء للتفكير العلمي الفقهي وأحياء لمسلك السلف الصالح رضي الله عنهم في أدب الخلاف بينهم ابن القيم رحمه الله لما ناقش شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي في تعريف الهروي لمنزلة الرجاء من منازل إياك نعبد وإياك نستعين قال الإمام ابن القيم في حقه شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه وكل من عاد المعصوم صلى الله عليه وسلم فمأخوذ من قوله ومتروك قال ابن القيم قال ونحن نحمل كلامه كلام شيخ الإسلام الهروي على أحسن محمله ثم نبين ما فيه واعتراضي وردي لا يعدوان هذا المسلك وإنما اعتراض على تصورات فيزيائية كوسائل لمعرفة أحكام شرعية لو صحت في أفهامنا هذه التصورات لصحت تبعا لصحة التصورات أحكامنا أيضا لو صحت تصوراتنا عن المقدمات والتوالي لصحت لدينا النتاج وأنا على يقين في صحتي وصدقي وإخلاص أصحاب هذه الأراء المخالفة والتي تدعو لإنهاء الكلام وقبول بعض الأفكار كياسا لبعضها على بعض فبعضهم من الحفاظ المتقنين الذين يطالبون بهذا وكذلك من الثقات في نقل فقه الأقدمين والمعاصرين وسائر طلاب العلم يحبونهم لعلمهم ولتضحياتهم مختصر كلام الصديقين المخلصين الذين يريدون من العلماء والبحثين التوقف عن الكلام في هذا الموضوع مختصرهم يقول لماذا لا نقبل بالاختلاف في وقت بداية الشهور كما نقبل بالاختلاف بوقت الإمساك والفطر كل يوم كل يوم وقت الإمساك والفطر مختلف فيه بين كل أهل مدينة وأخرى بحسب اختلاف مواقع المدن على خطوط الطول في العالم كله اللي هي مقدرة بـ 360 خطة كذلك أوقات الصلاة ده مختصر كلامهم وهم في هذا الطرح يعتبروا أن مسألة الأهلة الخلاف فيها أمر محتمل لقياسهم لمسألة الأهلة واختلاف المطالع مثلا على اختلاف أوقات الصلاة اختلاف أوقات الصلاة وقت واحد باختلاف مواقع البلدان على خطوط الطول وكذلك هم في ذلك القياس قياسهم التسليم قياس التسليم والقبول بالاختلاف في دخول الشهور خاصة شهر رمضان وشهر شوال على التسليم والقبول في اختلاف أوقات الصلاة حسب دخول الأوقات في كل بلد يعني أن صلاة الظهر قلنا يمتد وجودها على مدار الساعة على الكوكب المعمورة وكذلك كل صلاة حسب بلاد المشلق مثلا تبدأ أولا ثم بلاد ما بعدها من المغرب من المغرب من المغرب حتى تنتهي الدنيا ونرجع إلى النقطة التي بدأنا منها فيكون وقت صلاة الظهر ممتد وبالنسبة للكوكب الأرضي تقام على مدار الساعة الأذان في كل لحظة من لحظات الدنيا بناء على اختلاف في خطوط الطول وهذا القياس قياس يعني مع الفارق بشكل كبير وسنأتي على الجواب على هذه المسائل والجواب أن مورد الخطأ من عدة أسباب السبب الأول هو الخلط بين الأسباب التي تترتب عليها الحالتين الحالة الأولى حالة اختلاف أوقات الصلاة وهذه الحالة مترتبة على ظهرة قطرية جغرافية تختلف بين قطر وآخر ومصر وغيره الحالة الثانية حالة اختلاف رؤية الهلال بين بلد وبلد وهي مترتبة على ظهرة كونية لا علاقة لها باختلاف الأقاليم المناخية ولا المواقع القطرية وهي الظاهرة التي يتحتم علينا فقهيا من الناحية الواقعية والضرورية توحيدها بتغيير وسيلة معرفة بداية الشهر مجرد تغيير وسيلة معرفة بداية الشهر وعدم التفاضل بين الرؤية البصرية والرؤية الفلكية إلا في سياق أن الرؤيتين البصرية والفلكية أنهما وسائل وليس من الغايات التعبدية وأي الوسائل أدق يجب علينا الأخذ بها هذا من باب اعتبار أن إمكانية معرفة دخول الشهر من الوسائل إن عمل العلماء على تحقيق الأمة لمقصد ضبط ركن الصيام بتركها لوسيلة ضعيفة وأخذها بالوسيلة الأقوى وأكثر دقة في بناء اليقين واجب العلماء خاصة إذا كانت الوسيلة الأضعف سيترتب عليها ترك عبادة وجبة عبادة وجبة اللي هو صيام أول يوم في رمضان بعد دخول الهلال أو بدخول القمر في دورة جديدة حول الأرض عبادة وجبة الفعل أو وجبة الترك وجبة الترك سأطرح مسئلة بما يعني أمثلة بما يعني الفطر وترك الصوم في يوم يجب صومه كأول رمضان أو الصوم في يوم العيد وهو حرام صومه وذلك بخلاف عبادة الحج يعني الوسائل هنا تختلف الوسيلة في الوصول إلى الحج ليست كالوسيلة في المعرفة أول رمضان إذا كنا نختلف في وسائل الوصول إلى الحج بالمشي بالتنقل بالسيارات بالحافلات بالطائرات كذلك فإن الوسيلة معرفة أول يوم الصوم والصوم ركن والحج ركن وسيلة الرؤية البصرية أو الرؤية العلمية الفيزيائية الفلكية ذلك يختلف في الحج لأن في الحج لا مانع من وجود وسائل نقل أسرع من الذهاب للحج ماشيا الذي يريد أن يذهب للحج ماشيا مع وجود وسائل نقل أسرع لا مانع منه شرعا مدام الحاج سيخرج من بلده في الوقت الذي يمكنه من بلوغ المواقيت وإدراك المناسك وأمامنا حالتان الأولى هي اختلف البلاد في وقت صلاة واحدة يأتي هذا الوقت في بلد تلوى بلد آخر حتى يكون كل أوقات الصلاة قائمة على مدار الساعة تقريبا والرضا والتسليم بذلك بين الناس والحالة الثانية هي حالة بداية الشهور ووجود الخلف فيها بين دول يفصل بينها خطوط حدود سياسية وليس موانح طبيعية أو جغرافية الفاصل بين البلاد المختلفة في دخول الشهر بين لبنان والأردن وسوريا هو فاصل حدود جغرافية حدود سياسية رسمها أيًا كان من رسمها وليست موانح طبيعية كمحيط مسافة بعيدة كجبال المترمية الأطراف وليس موانح طبيعية أو جغرافية ومصدر الخلط بين الحالتين أن ظاهرة اختلاف أوقات الصلاة في الحالة الأولى مبنية على حالة قطرية تختلف باختلاف موضع القطر الواحد بالنسبة لخطوط الطول التي يعرف بها حركة الأرض حول نفسها وحول الشمس وحالة شعاع الشمس في فلك الأرض وبيان مد الظل للأجسام العمودية على الأرض وأن الحالة الثانية وهي ظاهرة الاختلاف في بداية ليلة صيام رمضان وليلة عيد الفطر وأنها متعلقة بحالة بداية القمر في دورة شهر جديد وهي حالة كونية لا تتعلق بإقليم مناخي ولا بقطر جغرافي بما يعني أن الهلال بالنسبة لأهل الأرض هو حالة خروج القمر من المحاق أو الاقتران الذي يحصل بتوسط موقع القمر بين الشمس والأرض ولا يخفى أن حالة الاقتران حالة كونية لا تختلف من قطر لقطر ولا من إقليم مناخي لإقليم آخر والاختلاف بالنسبة لأهل الأرض في إمكانية معرفة علامة دالة على خروج القمر من الاقتران أو المحاق لا شك أن هذه العلامة تفيدنا نهاية شهر يقيناً وبداية شهر آخر جديد لاحق يقيناً وهي علامة مجردة ترى أو يعلم وجودها بالبصر المجرد أو غير المجرد باعتماد التوليسكوب أو اعتماد الحساب الفيزيائي الفلكي وغالباً ما يعتمد التوليسكوب بعد اعتماد الحساب الفيزيائي الفلكي وسنبين ذلك المرتكز الأهم الذي يتحرر به المناط أن الهلال مجرد علامة على أن القمر قد بدأ رحلة شهر جديد وذلك بدخوله في دورة جديدة حول الأرض لأنه لا يوجد نوره شاخصاً لا يوجد نور القمر اللي هو سنسميه هلال شاخصاً في أفق الأرض أمام الأعين سواء أمكر رؤيته أم لم يمكن إلا بإنهائه آخر منازله المنزل رقم 27 إنهاءاً تاماً ودخوله المنزل الأول من منازل الشهر الجديد في دورة شهر جديد بالخروج من وضع الأقتران وهذه الحالة لا يؤثر فيها قصور البصر عن موجود القمر في منزل جديد وهو المنزل الأول من دورة القمر دورة كاملة حول الأرض ليكتمل بها شهر في 27 منزلة فسواء رأيناه بالعين أو بالحساب فدورته لن تتأخر لقصورنا في إدراكها بالبصر أو الحساب أو لقدرتنا على إدراك منازله بأي الوسيلتين سواء كانت الوسيلة البصرية أو وسيلة الحساب الفلكي مع التلسكو ففي كل الحالتين لن يتأخر لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكي يسبحون إن القائلين بمنع العمل بالحساب مجرد قبولهم نتيجة رؤية التلسكوب فبموجب ولازم هذا القبول للتلسكوب يستوجب عليهم حتماً قبول الإدراك بحساب الفيزياء الفلكية لأن القضية وحيدة لأن الجامع بين التلسكوب والحساب الفلكي هو أن هذا متعلق بالعلم وأن هذا متعلق بالعلم وأن الراصد بالتلسكوب لا يمسك التلسكوب بداية ولا يحركه في أفق السماء حتى يجد الهلال أولاً أو لا يجده حتى يعتقد بوجود هلال في هذا الاتجاه أو لا يجده وإنما بداية ماسك التلسكوب الراصد الذي يمسك التلسكوب يكون معلوم عنده أن الحسابات تثبت إمكانية الرؤية البصرية من عدمها فهو يعتمد بداية على الحسابات في هذه المسألة ثم إذا كانت الرؤية البصرية ممكنة في حساباته يلجأ إلى إحداثيات علمية يضبط بها أو يضبط عليها اتجاه التلسكوب في أدوات يعني يحركها فيواجه التلسكوب بأقل جزء من المليمتر يميناً أو يساراً أو فوقاً أو سفلاً في زاوية رؤية معينة بدقة شديدة مؤتمدة على إحداثيات علمية ثم في الأخير بعد ما يضبط الراصد التلسكوب حسب الإحداثيات التي وصلت إليه بالحساب الفلكي ثم الأخير ينظر هل هو يعلم تماماً وجود الهلال في هذه الجهة حتى لو حال دون رؤيته ظرف طقص من غيم أو غيره من الظروف والفقهاء لما ظهر التلسكوب بداية لم يختلف في الأخذ به وذلك لعلمهم أنه وسيلة معينة ومساعدة لمعرفة دورة القمر وخروجه من منزلة رقم 27 وحساب الفيزياء الفلكية كذلك وسيلة يقينية تفيد العلم القطعي اليقيني باتفاق العلماء المختلفين في هذه المسألة هم اختلفوا ولكن اتفقوا على أن الحساب الفلكي يفيد العلم القطعي اليقيني فيستعملها المانعون الحساب الفلكي يستعمله المانعون من الأخذ به يستعملونه في ضبط التلسكوب ثم يمنعون الأخذ بما تثبته من ميلاد الهلال أو إمكانية رؤيته في بلد غير إسلامي ليس هذا البلد بين طنجة غربا ولا جكرتا شرقا كما يستعملون الحسابات الفيزيائية نفسها في معرفة مواقع الصلاة المعتمدة على معرفة مد ظل الجسم المتعمد أو الساقط على الأرض بحسب موقع البلد من خط الطول ومسقط وشعاع الشمس عليه ويوقنون بذلك حتى لو كانوا في أقبية تمنع من رؤية الشمس أصلا ولا يعرفون الليل من النهار فقط يعدون الساعات بالساعة ويقبلون الساعة ويقبلون المواقع الدلة عليها حسب خطوط الطول والعرض بهذه الحسابات ولا يرون الشمس ويتأكدون بصحة دخول وقت الظهر ودخول وقت العصر ودخول وقت المغرب ودخول وقت العشاء ودخول وقت الفجر ثم يتناقضون فيرفضون الحسابات الفلكية في معرفة دخول القمر للمنزل الأول من منازل أو بداية القمر في الدورة الجديدة من دورته حول الأرض لعد شهر جديد فلما هذا التناقض فلما نترك الوسيلة القطعية اليقينية إلى وسيلة البصر الظنية بدون دليل مانع من التصرف في الوسائل بحسب الطاقة والوسع خاصة أن الأمانة اللغوية التي تعرف الرؤية بالإدراك بالعين أو القلب كما في القموس المحيط وعليه يجب علينا ترك الدعاء الدعاء أن الرؤية البصرية هي الرؤية الشرعية يجب علينا ترك هذا الادعاء فهذا يعد قصورا في مفهوم الخطاب القرآني وفي استعمال القرآن الكريم لكلمة رؤية بالمعنين وفقدان الوعي الفقهي بما هو مطلوب من باب الوسائل والغايات أو المقاصد والعبادات خاصة أن الرؤية في حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ليست مقيدة بالرؤية البصرية أو الرؤية العلمية الخبرية أو الفلكية تقييدا يحتم علينا إحدى الوسيلتين ويمنع من الأخرى رغم أن الكتاب العزيز استعمل لفظ الرؤية بالمعنين وذلك زعم مردود بأن الرؤية في حديث صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لأن الرؤية هنا غير مقيدة بل مطلقة في أنواع الرؤية بالعين أو القلب بحسب مقتدس تعمل القرآن للكلمة بالمفهومين مفهوم الرؤية الخبرية العلمية بوسيلة الخبر الصدق مثل قول الله تعالى ألم ترك ففعل ربك بعاد ومعلوم أن المخاطب صلى الله عليه وسلم بهذه الآية ألم ترك ففعل ربك بعاد لم يرقوا معاد عيانا بل رآهم بالخبر اليقيني أو بوسيلة التطبر المنضبط بقواعد ثبتة مثل قوله قوله تعالى ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد دل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى لم يشهد أحد من البشر على خلقه للسماوات والأرض ولا حتى على خلق البشر أنفسهم بل ذلك يعلم بمدركات خبرية يقينية أثبت من رؤية العين البشرية أو بالتفكر المنضبط بالقواعد العلمية وأما استعمال القرآن لكلمة رؤية بمعنى الرؤية البصرية فمنها قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين آمنوا سبيلا وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الصنف من أهل الكتاب وردم زعيمهم وناقشهم وقال أيضا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وثبت أيضا رؤيتهم وثبت هذا في المعاجم اللغوية من مدلول كلمة رؤية وهنا يجب أن نحرر مصطلح اختلاف المطالع وندققه من جديد بما يتناسب مع المدركات العلمية اليقينية المستجدة والتي كانت محل لبس وكان أهلها من المشتغلين بالتنجيم والكهانة وليس الرياضيات الفيزيائية الرياضيات والفيزياء الفلكية الدقيقة التي تقوم على قوة ملاحظة نموس الله التسخيري لحركة القمر حول الأرض وموقعهما من الشمس مما يدلك أنهم استخدموا مصطلح مطلع الهلال كتعبير مجازي الفقهاء قديما استخدموا مصطلح مطلع الهلال كتعبير مجازي حقيقة في مقصد معين هو إرادة معرفة بداية شهر لاحق لم يكن يدل عليها غير رؤية الهلال بعد محاق آخر شهر سابق ينبني عليه الأحكام التعبدية فلا منح شرعي من استعمال المفهوم الفيزيائي وحسابه إلا جمود على أقوال معلولة بعلى العصرها فلم تكن أقوال سلفونة مبنية على فهم تعسفين الأدلة الشرعية والأولى من باب تطور المصطلحات في كل علم أن نطور هذا المصطلح في الفقه بحسب تطور المعارف وقال لا نستعمل مصطلح اختلاف المطالع بل نعبر عنه بلغض آخر دال عليه كما هو معروف اليوم وليكن مثلا نقول اختلاف إمكانية الرؤية البصرية لأن مطلع جزء القمر من المحاق أو الاقتران واقترابه من محاذاة الشمس حتى يمكن لبعض أهل بقاع الأرض رؤية هذا الجزء بما يسمى هلالا بعد ذلك في الرؤية هذه الحالة واحدة لكل كوكب الأرض فهي حالة كونية وبمعنى آخر أن إنهاء القمر لجميع منازل دورته حول الأرض هي حالة كونية وحيدة تشترك فيها جميع بقاع الأرض ولا يتوقف ثبوتها أو حدوثها على رؤية البشر من عدمه سواء كانت الرؤية ممكنة في بقعة من الأرض دون غيرها أو حتى ممكنة في كل المعمورة لقوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عادة كالعرجون القديم إن دور الفيزياء الفلكية دور قاصر على الرصد لقانون الله التسخيري الكوني العامل بشكل دوري لا يتغير إلا بالقيامة الكبرى وحينها تتغير المواقيت حتى تطلع الشمس من مغربها يقول ربنا عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وليس دور الفلك تكهن ليس دور علماء الفيزياء الفلكية تكهن ولا تنبؤ غير مبني على دليل كما هو مفهوم التنجيم قديما إن القصور في التمييز بين المقاصد السابتة والوسائل المتغيرة يجعلنا نقف في حالة من الجمود أمام النصوص ونتوهم دافع التعبد في كلا الأمرين الثابت والمتغير في حد سواء وينشأ من ذلك خلافات لا أساس لها يترتب عليها الفطر في يوم واجب صومه والصوم في يوم حرام صومه وواجب فطره ثم نأتي لنعلّ لذلك بجواز اختلاف المطالع أو بزعم أن أحكام الشريعة مبنية على الرؤية لا إمكانية